الدرس السادس أوظف مكتسباتي وأقيمها واحد مريم وهدى صديقتان تنشطان في نادي النهوض بالرياضة فرع القفز الثلاثي أثناء تمرين اليوم قامت كل فتاة بثلاث محاولات فكانت نتائج على النحو التالي في المحاولة الأولى حققت مريم ثمانية أمتار وتسعة سنتيمتر بينما حققت هدى ثمانمائة وثلاثين سنتيمتر في المحاولة الثانية حققت مريم تسعمائة وثمانون سنتيمتر بينما حققت هدى تسعة أمتار وعشرين سنتيمتر أما في المحاولة الثالثة حققت مريم سبعة أمتار وستين سنتيمتر بينما حققت هدى سبعة أمتار ألف أحسب الفرق بين النتيجتين في كل مرة لحساب الفرق بين النتيجتين في كل مرة نقوم أولاً بتوحيد الوحدة أي تحويل النتائج إما بحساب المتر أو السنتيمتر بمعنى 8 أمتار وتسعة سنتيمتر تساوي 809 سنتيمتر 9 أمتار وعشرين سنتيمتر تساوي 920 سنتيمتر 7 أمتار وستين سنتيمتر تساوي 760 سنتيمتر والآن نقوم بإجراء العمليات في كل محاولة ومعرفة الفرق بين النتيجتين في المحاولة الأولى 809 أصغر من 830 إذن 830 ناقص 809 يساوي 21 سنتيمتر إذن 21 هو الفرق بين ما حققته مريم وهدى المحاولة الثانية 980 أكبر من 920 إذن 980 ناقص 920 يساوي 60 سنتيمتر إذن 60 هو الفرق بين النتيجتين أما في المحاولة الثالثة 760 أكبر من 700 إذن 760 سنتيمتر ناقص 700 سنتيمتر يساوي 0 من الأمتار و60 سنتيمتر 60 سنتيمتر هو الفرق بين النتيجتين في المحاولة الثالثة باء أتم تعمير الجدول بما يناسب في المحاولة الأولى الفرق بين العملية 830 ناقص 809 أما في المحاولة الثانية 980 ناقص 920 وفي المحاولة الثالثة 760 سنتيمتر ناقص 700 سنتيمتر ومن خلال ذلك أنتقل إلى الخانة التالية الفرق بين النتيجتين في المحاولة الأولى هو 21 سنتيمتر وفي المحاولة الثانية هو 60 سنتيمتر أما في المحاولة الثالثة هو 0 من الأمتار و60 سنتيمتر لهذا فإن الفرق في المحاولة الأولى هو لفائدة هدى أما في المحاولة الثانية والمحاولة الثالثة فالفرق لفائدة مريم جيم أكتب ملاحظاتي وأعللها ألاحظ أن الفائزة والمتحصلة على أعلى قفزات هي مريم لأن أطول مسافة قطعتها أي 980 سنتيمتر أكبر من أطول مسافة قفزتها هدى وهي 920 سنتيمتر اثنان بعد الانتهاء من التمرين اشترت كل من هدى ومريم علبة عصير ب350 مليما للواحدة ألف أتم تعمير الجدول التالي المبلغ المالي بالمليم بعد شراء العصير عند مريم هو 250 مليما أما عند هدى فهو 460 مليما إذن ما هو المبلغ المالي بالمليم قبل شراء العصير عند مريم وعند هدى وما الفرق بين المبلغين في الحالتين لمعرفة المبلغ المالي قبل شراء العصير نقوم بزيادة ثمن علبة العصير إلى المبلغ المتبقي لكل منهما على حدة إذن المبلغ الجملي عند مريم يساوي 350 زائد 250 يساوي 600 مليم وهكذا المبلغ الجملي عند هدى يساوي 350 زائد 460 يساوي 810 مليما والآن نقوم بحساب الفرق بين المبلغين بعد شراء العصير يكون الفرق كالتالي 460 نقص 250 يساوي 210 مليما أما قبل شراء العصير فهو 810 نقص 600 يساوي 210 مليما ترجمة نانسي قنقر